بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور أحمد راجة في فيديو جديد من الأخطاء الشائعة جدا 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 في موضوع التشاهد هو الخلط بين صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك الصلاة على النبي بعد التشاهد عليه الصلاة والسلام اللي هي اللهم صلي على محمد وعلى الله محمد إلى آخرة دي ورد فيها أكتر من صيغة ورد صيغ كتير ممكن تختار صيغة معينة وتقولها أو تبدل بين الصيغ مرة الصيغة الفلانية وممكن الصيغة الفلانية فيها أكتر من صيغة الغلط اللي بيقع في كتير من الناس اللي هو بياخد الصيغ ويخلطهم في بعض ياخد من هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية ويقول صيغة كده فتبقى ما وردتش بالهيئة دي يعني أنا أقولك الناس بتقول إيه أو غالبيتهم بيقولوا إيه اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد في العالمين إنك حميد المزيد دي صيغة من ناحية الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة اتطمد لكن الأفضل والأكمل والأحسن اللي أنت تختار صيغة ما تخلطش بين الصيغ مع بعضها البعض فأنا أقولك الصيغة الصحيحة وهي تعتبر من أفضل الصيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير خلط الصيغة مع بعضها تقول إيه اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد دي الصيغة الصحيحة وزي ما قلت لك الصيغة التانية الصلاة صحيحة لكن دي الأفضل والأكمل والأحسن لأنها وردت على بعضها كده عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما تخلطش بين الصيغة ويلتزم بهذه الصيغة حتى تكون صلاتك أكثر أجراً وثواباً إن شاء الله دعم الفيديو بشير ولك وكومنت وشارك في القناة أشوفكم المرة الجاية والسلام عليكم